أن يكون للعراق ميناء عملاق وحديث على شواطئ الخليج العربي يمكنه من تنشيط اقتصاده وربطه بشبكة نقل البضائع الدولية فذلك أمر لا شك يسعد العراقيين ويحقق لهم بعض ما ينادون به من تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي غير أن العراق تحت حكم الأحزاب الفاسدة والميليشيات لا يهنأ بتحقيق حلم أو الوصول إلى هدف وذلك ما حدث أيضا مع مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير إذ أعلن عن سعي الحكومة إلى إنشائه بهدف إيجاد حل استراتيجي لمشكلات التصدير العراقي عبر الموانئ ثم أبرم عقد مع شركة دايو الكورية الجنوبية من أجل تنفيذ المشروع الضخم بتكلفة بلغت مليارين وثلاثمائة وسبعين مليون دولار وبدأت الشركة الكورية العمل فنفذت بالفعل أحد أكبر كواسر الأمواج في العالم تحضيرا لإنشاء الميناء قبل أن يعثر على مدير الشركة المسؤول عن تنفيذ الميناء قتيلا قرب موقع العمل في المدينة وبعيدا عن الرواية الحكومية عن انتحار مدير شركة دايو فإن أطرافا سياسية اتهمت الميليشيات الموالية لإيران بتصفية المدير الكوري لأنه رفض إشراكها في أرباح مشروع الميناء إذ كشف مقربون من الرجل عن أن قادة ميليشيات تواصلوا معه وطلبوا منه إسناد مقاولات ثانوية ضمن ميناء الفاو لشركات يملكونها بعضها وهمي والآخر غير مختص لكن الرجل رفض ذلك اتهامات يرى محللون أن الحكومة أكدتها بإعلان وزير النقل الحالي عن سحب المشروع من الشركة الكورية الجنوبية بالتزامن مع تسريبات عن إسناد العمل إلى شركة محلية ما يعزز التكهنات بوجود شبهات فساد يقف خلفها زعماء الميليشيات لتحقيق مصالح شخصية أو ربما لتحقيق مصالح أطراف إقليمية ترجمة نانسي قنقر